بس خليني الأول أطمينكم على لعبتنا عشان كان فيه كلام كتير بيتقال على عدد من أسماء نجوم النادي الأهلي منهم الشناوي منهم أيمن منهم أفشة منهم أكرم توفيق بداية نبتدي مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبعا اللي تكلم على أنه الشناوي هيشارك النهاردة في التدريبات الجماعية بعد ما خد راحة من تمرينة مبارح وكلام طبعا كان على إصابة الشناوي وناس تقول لك هيشاركه مصاب هيتحمل على نفسه وكلام ده كله ملوش أي أساس من الصحة ودكتور أبو عبلة بيقول وبيأكد بشكل قاطع أنه الشناوي سليم تماما ولا يشكو من أي إصابة أو حتى أي إجهاد بعد ما رجع من مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كهس العرب وقال أنه الشناوي من أول منضمة للبعثة خضع لفحصات طبية كاملة والجهاز الفني قرر أنه هو يريحه مع بعض طبعا اللاعبين الدوليين عشان يأهلهم ويخلصهم من شعورهم بالإجهاد بالتأكيد طبعا عدد كبير جدا من ببارات القوية جدا وبالتالي كان مهم جدا أنه هم ياخدوا راحة قبل ما يدخلوا في مرحلة استعداد لمواجهة الرجل أما فيما يتعلق بأيمن فأطمن برضو حضراتكم عليه وده طبعا على حسب الكلام اللي وصل لنا من دكتور أحمد أبو عبلة بشكل برضو قاطع أنه أيمن النهاردة هيشارك في التدريبات الجماعية وقال أنه أيمن خضع لعدد كبير جدا من الاختبارات الطبية دقيقة جدا وإكتاز كل مراحل العلاج الطبيعي والتأهيل بعد الإصابة طبعا اللي جات له فيه خلال مشاركته في رجبيته طبعا خلال مشاركته مع منتخب مصر الوطني في البطولة ودكتور أبو عبلة قال أنه اللاعب أدى كل الاختبارات المطلوبة منه بقوة شديدة ومشتكاش من أي ألم وبناء عليه هيتم الدفع به النهاردة إن شاء الله في التدريبات فكده ده الموقف بالنسبة للشناوية أطمنكم على الشناوية وأطمنكم كمان على أيمن عشر نروح بقى لسه طبعا إحنا التواصل مع دكتور أحمد أبو عبلة عشان ننفي أي كلام على أي حاجة حصلت أو توابع ما بعد كأس العرب لأنه طبعا حضراتكم عارفين أنه كان فيه عدد من نجومنا سواء علي معلول مع تونس محمد مجدي أفشا مع منتخب مصر أصيبوا في البطولة لكن الحقيقة برضو كان مهم جدا للجهزة بالنادي الأهلي يتطمن على نجومنا قبل المواجهة المهمة جدا مع الرجل معلول خض على أشاعة سونار والحمد لله نتيجتها جت إيجابية جدا واللعب إن شاء الله برضو هيكون جاهز عشان يشارك في التدريبات الجماعية النهاردة بشكل طبيعي ونفس الشيء ينطبق كمان على محمد مجدي أفشا عمل أشاعة سونار عشان جهاز الطبي يطمئن على حالته بعد الإصابة الأخيرة اللي لحقت به في مشاركته مع منتخب مصر الوطن أكرم ما عنده مشاكل أكرم عنده حالة إجهاد وفترة الراحة اللي لديه له الجهاز الفني بعد ما انضم لبعثة الفريق في قطر هو كان يعني بيشتكي من بعض الألم في العضلة الأمامية يمكن الألم ده يعني إحساسه به كان نتيجة تعرضه لكدمة شديدة شوية وهو بيلعب مع مطشاط المنتخب في بطولة كاس العرب لكن أكرم خضروحة زي ما قلت لكم من المشاركة مبارح وإن شاء الله بإذن الله هيكون جاهز عشان يشارك برضه في تمرينة النهاردة وهيخضع اللاعب برضه لفحوصات طبية دقيقة واختبار طبي عشان يتم التأكد من سلامته بشكل كامل وده اللي الأهل يعودنا عليه مفيش لاعب ممكن يشارك لو عنده أدنى إحساس بألم مش ممكن الأهل يخطر أو يجذف بلعبته والحمد لله لحقيقة عندنا في كل مركز الموسم ده تتطمن نتمنى السلامة لكل لعبتنا طبعا لكن في النهاية حتى لقدر الله لو تعرض الفريق الإصابة على عكس الموسم اللي فات شوية يعني الموسم اللي فات لما بيبقى كان فيه إصابات كتير بعض الملكس كنت بتفكر أنك أنت تعيد توظيف لعيبة احنا اكتشفنا أكرم توفيق أساسا بالصدفة في مركز الباك اليمين ونجح طبعا نجح كبير جدا ودخل في منافسة قوية جدا مع هاني لكن غاب أكرم موجود هاني غاب هاني موجود كاريم فؤاد والثلاثة الحقيقة أسماء على قدر كبير جدا من المستواهم عالي وإمكانياتهم تطمن أما بالنسبة لصلاح محسن فصلاح محسن هيواصل استكمال برنامجه العلاجي فيه برنامج علاج طبيعي محطوط ليه بيكمله طبعا في القاهرة عشان يعني ان شاء الله يبقى جاهز بالسلامة ويرجع لنا بيشتكي طبعا كان بيشتكي من إصابة في العضلة الخلفية واللعب هيجري أشعة عشان يعني الجهاز الطبي يتطمن على مدى استجابته وتقدمه في البرنامج العلاجي اللي تحط ليه بعد ما فضل طبعا الجهاز الطبي أنه يستمر في القاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي ترجمة نانسي قنقر